السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار ثلاثي ثاني في مادة الرياضيات لسنة الاولى متوسط سأترك لكم هذا نموذج جهاز اتباعه في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل pdf اذا نبدأ بـ 80 الأول قال أنجز القسم الإقليدية كي نقوله إقليدية معناه بدون فاصلة كي بقنا الباقي ما نزيدوش نزيدو الفاصلة قال أنجز القسم الإقليدية للعدد 128 على 8 ثم أكتب المساواة الموافقة له إذن عندنا 128 قسمة 8 إذن لدينا واحد قسم ثانية لنستطيع نضيف العدد الثاني 12 قسمة 8 واتسوى 1 الآن مع عملية الضرب 1 في 8 تسوي 8 معدى عملية طرحة جدة 4 ثم ننزل العدد ثمانية 48 قسمة 8 وتسوي 6 لماذا؟ لأن 6 في 8 تسوي 48 بعد عملية طرحة جدة 0 قال أكتب المساواة الموافقة لها قلنا دايما نكتب هذا العدد يسوي هذا العدد ضرب هذا العدد زائد الباقي وعندنا الباقي 0 إذن مزيدوش الباقي مفهوم؟ إذن دايما العدد المقسوم يسوي القاسم ضرب حاصل القسمة زائد الباقي هذه هي المساواة الموافقة لها ثم قال أنجز القسمة العشرية للعدد 139 على 7 139 الآن قال قسمة عشرية معناه بالفاصلة نحاول نخلوه فراغ 139 قسمة 7 الآن 13 قسمة 7 وتسوي 1 الآن 1 في 7 تسوي 7 نكتب 7 ونضع عملية الطرح إذن 13 ناقص 7 وتسوي 6 الآن ماذا نفعل؟ ننزل العدد الموالي وهو 9 69 قسمة 7 ماذا تسوي؟ تسوي 9 الآن 9 في 7 تسوي ماذا؟ تسوي 63 إذن نكتب 63 ونضع عملية الطرح إذن وتتبقى 6 الآن ماذا نفعل؟ 6 أصغر من 7 إذن نضع الفاصلة ونضيف رقم آخر وهو 0 إذن 60 قسمة 7 ماذا تسوي؟ تسوي 7 لا 7 في 7 تسوي 49 تسوي 8 لماذا؟ لأن 8 في 7 تسوي 56 إذن نكتب 56 ونضع عملية الطرح إذن تسوي 4 الآن ماذا نفعل؟ نضيف 0 آخر مدام وضعنا الفاصلة في كل مرة نضيف 0 إذن 40 قسمة 7 ماذا تسوي؟ تسوي 7 قلنا 7 تسوي 40 تسوي 6 6 معنى 42 إذن تسوي 5 5 في 7 تسوي 35 إذن نكتب 35 ونضع عملية الطرح إذن وتسوي 5 الآن نضيف 0 آخر إذن 50 قسمة 7 ماذا تسوي؟ تسوي 6 لماذا؟ لأن 6 في 7 تسوي 42 لا قلنا تسوي 7 لماذا؟ لأن 7 في 7 تسوي 49 هو أقرب إلى 50 49 إذن تتبقى 1 إذن نتوقف هنا ثلاثة أعداد أو عددين فقط بعد الفاصلة نتوقف في عملية القسمة العشرية أو حسب المطلوب ثم قال أكمل ما يلي إذن قال 20 هو حاصل القسمة المقرب إلى ماذا؟ إذن هنا عندنا 19.857 إذن كنقربوها العشرين وش معندها؟ معنى قربناها إلى الوحدة معنى زدنا في الأجزاء حتى أضفنا إلى الوحدة رقم واحد معنى نقول 20 هو حاصل القسمة المقرب لماذا؟ المقرب إلى الوحدة معنى زدنا في الوحدة إذن نقول مقرب إلى الوحدة بالزيادة أو بالنقصان؟ معنى هذا الوحدة نقصناها أو زدنا لها؟ زدنا لها إذن نقول بزيادة ثم قال حاصل القسمة المقرب عندنا للعدد 139 على 7 يساوي 19.9 إذن شا زدنا زدنا 9 هنا إذن نقوله حاصل قسم المقرب الوش لأجزاء العشرة لأجزاء العشرة أو لنكتبه 1 على 10 بالزيادة أو بالنقصان هنا زدنا أو نقصنا هنا كان 8 يبدأ 9 إذن نقوله بالزيادة حاصل قسم المقرب إلى 1 على 10 ولن نقوله لأجزاء العشرات بالزيادة بالزيادة فهم ثم هنا قال حاصل القسم المقرب بالنقصة إلى 1 على 1000 وش معناه 1 على 1000 معناه عندنا 19.8 5 7 كنا قادرين نزيد ونكمل إذن هنا لدينا 1 قسمة 7 نزيد والصفر معناه هنا 1 نقدره نزيده أيضا 1 وهكذا قال حاصل قسم المقرب بالنقصان إلى 1 على 1000 وره 1 على 1000 كي نقوله 1 على 1000 معناه 3 أعداد بعد الفاصلة هذه ندروها في إطار هذا هو العدد لكن لازم نشوفه هو بالنقصان ولا بالزيادة قال حاصل القسم المقرب بالنقصان معناه هذا الزيادة نحهم كنا قلنا بالزيادة معناه نزيده رقم واحد هنا كي قلنا بالنقصان معناه الأجزاء الأخرى الإضافية نحوها معناه هنا تبدأ عندنا 19.8 5 7 نفهم لأن معاة 80 الثاني قال ضع علم التأفي في الخانة المناسبة لدينا العدد ويقبل قسم على 2 3 4 5 9 لدينا 3182 قلنا يقبل قسم على 2 إذا كان عدد زوجي نعم يقبل قسم على 3 إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفة 3 هنا عندنا 10 11 11 و3 تسبح 14 لا قلنا يقبل قسم على 4 إذا كان وحداته وعشراته معناه 82 تقبل قسم على 4 نقسم على 2 نلقى 41 نزيدون قسم على 2 ما نقدروش إذا ليس من مضاعفات 4 يقبل قسم على 5 إذا كان وحداته 0 أو 5 لا يقبل قسم على 9 إذا كان مضاعفاته ولا مجموع أرقامه مضاعفة 9 مجموع أرقامه 14 ليس مضاعفات 9 لا لدينا 7964 نعم من مضاعفات أو يقبل قسم على 2 لأنه عدد زوجي يقبل قسم على 3 مجموع أرقامه لدينا 10 20 26 26 ليس من مضاعفاته 3 يقبل قسم على 4 إذا كان وحداته وعشراته يقبل قسم على 4 نعم يقبل قسم على 5 إذا كان وحداته 0 أو 5 لا يقبل قسم على 9 إذا كان مجموع أرقامه مضاعفاته 9 وإذا كان مجموع أرقامه 10 20 26 ليس من مضاعفاته 9 ثم 3600 نعم من مضاعفات إثنان لأنه عدد زوجي نعم من مضاعفات لأن مجموع أرقامه تسعة وتسعة من مضعفة ثلاثة نعم يقبل قسمة على أربعة لأن وحداته وعشراته يقبل قسمة على أربعة يقبل قسمة على خمسة لأن وحداته صفر أو خمسة يقبل قسمة على تسعة لأن مجموع أرقامه تسعة وهو يقبل قسمة على تسعة لأن 2187 لا يقبل قسمة على اثنان لأنه ليس عدد زوجي وإنما عدد فردي هل يقبل قسمة على ثلاثة الجمعة القام لدينا هنا 18 و 18 يقبل قسمة على 3 هل يقبل قسمة على 4 لا لأنه عدد فردي ومجموع أو العددين الوحدات والعشرات ليقبل قسمة على 4 ليقبل قسمة على 5 لأن وحداته ليست 0 أو 5 شوفوا ليقبل قسمة على 9 هنا لدينا 3 إذن 18 18 من مضاعفات 9 ثم 4005 ليس مضاعفة 2 لأنه عدد فردي يقبل قسمة على 3 نعم لأن مجموع أرقامه 9 لا يقبل قسمة على 4 يقبل قسمة على 5 لأن وحداته 5 أو 0 يقبل قسمة على 9 لأن مجموع أرقامه 9 الآن مع 83 قال إليك الشكل قال أعد رسمه بالأقياس الحقيقية باستعمال الأدوات الهندسية إذن نشوفوا الرسم إذن هنا نبدأ بالخط المستقيم السهل نحاول ندير خط مستقيم بالمسترع أو بالكوس نحاول ندير خط مستقيم إذن هذا هو خط المستقيم في وسطه نقطة ندير نقطة نسموها O هذا نسموه L هذا نسموه Y لأن هنا ما لدينا لدينا زاوية قائمة ندير زاوية قائمة هذه زاوية قائمة أو الرمز تح ندير زاوية قائمة باستعمال الكوس بهذا الشكل هنهدرنا زاوية قائمة زاوية قائمة قال نسموه هنا K وندير رمز تحززاوية قائمة ثم أعطانا هنا نقيس الزاوية اللي هي 65 درجة لازم نستعمل المنقلة هذه المنقلة قلنا زائد هذه نحطها في رأس الزاوية والصفر يكون ينطبق مع الخط نديره قلنا نجحال 65 درجة هاي 60-70 درجة في الوسط 65 إذن هذي كيف نسموها نسموها X وقال هذي قائمة زاوية 65 درجة 65 درجة هذه الزاوية دلها شكل خاص إذن ثم قال هنا زاوية أخرى لها نفس قياس هذه الزاوية هذي الزاوية قائمة استحى نشوفوا بالمقالة هذه الزاوية قائمة 25 درجة إذن نشوفوا أيضا منها وندروا 25 درجة هاي 25 درجة درجة في سموها الزاوية هذي قال زاوية ها نقوم برسم الشكل بالأقياس الحقيقي ثم قال أحسب قياس الزاويتين كا أو إكس وراء كا لدينا كا أو إكس هذي الزاوية شحقا يستحى لدينا كا أو إكس شا تساوي هذي الزاوية نحاول ندرها بعملية جمع لعملية الطرح هذي الزاوية شا تساوي نشوفوا نعرفوا بلي عنا زاوية قائمة هذي الزاوية قائمة كاملة نقص من هالزاوية نلقى الزاوية هذي معنا عندنا تسعون درجة نقص منها خمسة وستونة درجة وتساوي تسعون نقص خمسة وستونة وتساوي خمسة وعشرون درجة ثم قال إكس أو إغراج لدينا إكس أو إغراج أين هي إكس إكس أو إغراج إذن هذه الزاوية هل قا يستحى قلنا هذي كامل نعرفوا بلي مئة وثمانين مئة وثمانون ناقص خمسة وستون إذن شا تساوي مئة وثمانون ناقص خمسة وستون درجة شا تساوي مئة وثمان نقص لها مئة وخمسة وستون وتساوي مئة وخمسة عشر درجة قلنا الزاوية اللي تكون أقل من تسعون درجة سموها الزاوية حادة والزاوية اللي أكثر من تسعون درجة سموها الزاوية منفرجة والزاوية 90 درجة نسموها زاوية قائمة مفهوم؟ لأن قال أرسم نصف المستقيم هنا أعرفناها بالصحة الأم ونحطها قال منصف الزاوية X O L وره هي X O L X O L معنى أن تكون منصف بتاع الزاوية هذه نقدروا نستعاملها بالمنقلة لكن قال بالمدور نجيبوا المدور نديروا الشوكة في رأس الزاوية نفتحوا المدور في أي قيس مهمش نديروا خط في هذا المستقيم وخط في هذا المستقيم نحاولوا نحولوا الكوس ونديروا الشوكة في هذا النقطة نديروا قوس آخر في هذا الجانب ونرحوا للجانب الآخر نحطوا الشوكة هنا ونديروا قوس آخر نقطة تقاطع هنا نقدروا نمثل منصف الزاوية نحن عندنا هذه النقطة هنا معنى هذا هو منصف الزاوية كيف نسموه؟ قال O M إذن هنا نسموها M لكن ما ننسوه رمز آخر نديروا رمز زاوية تيني نديروا هنا رمز نفس الرمز معنى هذا القيس الزاوية هو نفس القيس هذه الزاوية نفهوم؟ الآن مع الجزء الثاني قال إليك الشكل أعد رسمه بالأطوال الحقيقية نحاول نجيب ورقة أخرى ونرسمه نفس الشكل دائما نزده بالحجل الأسهل إذن هنا عندنا خط مستقيم نحاول نديروا خط مستقيم بنفس الشكل أو خط مستقيم ثم نعين عليه نقطة نسموها A هذا النقطة نسموها A الآن قال زاوية هنا عندنا إذنها مشرط علينا إذن شرط علينا الزاوية هذه مشرط علينا الزاوية هذه هي 120 درجة إذن نمثل خط بهذا الشكل ونديروا الزاوية اللي هي شحاب قال 120 ونديروا رأس الزاوية هنا ونرسمه 120 إذن هنا عندنا صفر إلى غاية 120 هنا زاوية منفرجة معنا هنا 120 ها عندنا الزاوية هذه 120 إذن هنا قال منا خمسة سنتيمتر ومنا سبعة سنتيمتر إذن هنا نديروا سبعة إذن سبعة تتوقف هنا ومن هنا خمسة نتوقف هنا إذن هنا عندنا خمسة سنتيمتر وهنا سبعة سنتيمتر إذن هنا عندنا 120 درجة هنا B هنا لدينا C وهذا المستقيم قال نسموه مستقيم D فهم الآن قال أنشئ نظير ABC بالنسبة إلى D إذن نديروا نظير المثلث ABC بالنسبة إلى D قلنا كيف نديروا نظير قلنا نستعملوا الكوس كيف نستعملوا الكوس قلنا نحط الكوس على النظير على المستقيم نديروا بنقاط متقطعة قلنا هنا 2.4 أيضا هنا نديروا 2.4 إذن هذه هي النقطة نسموها بفتح أيضا C فتح نحاول نديروا زاوية قائمة نديروا نقاط متقطعة بشرطة تكون هنا زاوية قائمة لنقاط متقطعة نكملوا هذه النقاط المتقطعة إذن هنا شحل عندنا هنا عندنا 3.7 إذن نديروا 3.7 إذن تبدأ هنا عندنا كيف نسموها C فتح إذن الآن نصل بين النقط شوفوا قلم مغاير A تبقى نفسها الأ لأنها متطابقة ولا منطابقة ولا تشمل المستقيم D إذن هذا هو المثلث المناظر لمثلث الآخر لهو بالنسبة لدي مفهوم الآن قال نظيرة A B بالنسبة إلى D نظيرة A B أين هي A B نظيرة A B بالنسبة إلى D هي A B فتح لأنها A بقعت نفسها A هي A بفتح إذن قطعة نظيرة هي قطعة لأن قال A نظيرة A نفسها نظيرة ولأن كتبوا هنا نفسها بالنسبة إلى المستقيم D ثم قال قيس الزاوية B A C هنا B A C هي 120 أيضا نظيرتها هي 120 درجة لأنها متناظرة معها متناظرة معها ثم قال المثلثان A B C و A B C فتح A B فتح C فتح هذو متقايسان أو نقول متناظران هما متناظران فهما متقايسان فهم إذن هنا عندنا نقطة A هي نفسها ناظرة هالنقطة A لأننا لو نمثلها نمثلها في نفسها ومن قدرش نقول A هي نفسها أفضح مفهوم ثم الآن مع الوضعية الإدماجية قال الشكل المقابل يمثل مخطط قطعة أرض لفلاح يريد تهيئتها للغرس إذن قال قام الفلاح بحرث الجزء الملون إذن هذا الجزء الملون معنا عندنا جزء مثلث والجزء الآخر هو مستطيل قال أحسب S مساحة الأرض المحروصة إذن نحسب S مساحة الأرض المحروصة إذن نحسب S مساحة الأرض المحروصة إذن مساحة الأرض المحروصة إذن قلنا عندنا مثلث وعندنا مستطيل الآن نحسب كيف نحسب نقول حساب قلوا حساب مساحة الأرض المحروصة وقالنا S ولتكن S الآن عندنا هذه نسموها S1 وهذه نسموها S2 إذن ما هي مساحة المستطيل دائما قلنا مساحة أي رباعي معنى الظلع في الظلع الثاني المستطيل وش عنده؟ عنده طول وعرض إذن ندره الطول في العرض إذن حساب مساحة المستطيل المستطيل ما هو؟ عندنا S عندنا S S D وأ ولتكن S1 قلنا هي S1 قلنا S1 تسوي تسوي الطول وهو 103 ضرب العرض وهو 65 65 متر وتسوي 6 695 ماذا؟ قلنا المساحة بالمتر المربح الآن حساب مساحة المثلثة القائم القائم ولتكن S2 2 إذن S2 كيف تسوي؟ قلنا دايما مساحة المثلث كما المربح والمستطيل نديره الطول في العرض إذن هنش عندنا؟ عندنا هذا اللي هو نفس القيستحدة اللي هو 65 ضرب سبعون هنش عندنا سبعون إذن سبعون سبعون نضربوه هذي سبع وثمانون حذاري قلنا دايما هنا عندنا زوية قائمة نضربو الظلعان تاع الزوية القائمة ليس هذا إذن هالذلع ما هالذلع نديره 65 ضربة سبعون نقسمه على اثنين لماذا؟ لأن المثلث قلنا هو عندنا المثلث هو نصف تاع المربح ولا نصف تاع المستطيل إذن نديره طول ضرب العرض تاع المربع لكن قسمه على اثنين لأننا سنحسب نصف نصف مربع أو نصف مستطيل إذن 65 ضرب سبعون قسمة اثنان وتساوي الفان ومئتان وخمسة وسبعون ماذا؟ متر إذن هنا المساحة ماذا تساوي؟ قلنا المساح آس ماذا تساوي؟ آس تساوي آس واحد زائد آس ثنين أس واحد قلنا تساوي 6695 أسنين تساوي 2275 إذن أس ماذا تساوي؟ المجموع كامل تساوي 8 970 ماذا؟ متر مربح إذن المساحة أو مساحة الأرض الملونة وهي 8 970 متر مربح الان قال أحسب P P ماذا معنى؟ معنى محيط محيط قطعة الأرض التي يمتلكها ألف اللح لان باش نحسب المحيط ماذا لازم؟ إذن هنا عندنا كل الأضلاء عندنا لان نحسب هذا المحيط تاع نصف الدائرة هذا نحسب قلنا المحيط تاع نصف الدائرة يساوي هذا المحيط قلنا محيط نصف الدائرة يساوي P ضرب دي ماذا معنى دي؟ هذا الطول القطر معنى P هنا نحسب هذا P نديره P1 ماذا يساوي؟ يساوي P ضرب دي اللي هو القطر اللي هو 65 إذن ثلاثة فاصل أربعة عشر ضرب خمسة وستون إذن تساوي مئتان وأربعة فاصل واحد ماذا؟ متر نفس الوحدة إذن هذا محيط هذا طول نحسبه بالمتر إذن هنا عندنا هذا هو مئتان وأربعة فاصل واحد هذا شحال؟ آه إذن هذا شحال نحسبه؟ إذن هنا عندنا سبعين وهذا كامل مئة وثلاثة إذن دلوا مئة وثلاثة نقصه منها سبعين باش نعرفه الطول هذا مئة وثلاثة نقصه من سبعين باش نعرفه الطول هذا إذن مئة وثلاثة نقصه منه سبعين تبقى ثلاثة وثلاثون إذن هنا عندنا مئتان وأربعة فاصل واحد زائد ثلاثة وثلاثون زائد سبعة وثمانون زائد خمسة وستون زائد 103 إذن ها كان حسب المحيط مفهوم؟ إذن نقول بي يساوي هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا ونلقاهه من التالي بالمتر نقول محيط قطعة الأرض كاملة هو كذا مفهوم؟ إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو لنا اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته